في اطار فعاليات الدورة السادسة لمعرض الاقتصاد الاجتماعي والتضامني نظمت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي صباح اليوم الجمعة برباطة حفلة تسليم جوائز التشجيع والتحفيز للتعاونيات والجمعيات المشاركة ويأتي هذا المعرض لتشجيع كل الفاعلين في مجال الصناعة التقليدية ولنشر ثقافة الإبداع والابتكار هذا اليوم بالنسبة لنا هو احتفاء بالفائزين بمجموعة من الجوائز في اطار المعرض الوطني اقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي تمه بتحت الرعاية السامية لصاحب الجلال الملك محمد السادس نصر الله احداث هذه الجوائز هو بغرض احداث تنافسية بين المشاركين لان اليوم التطلع الى الجودة في كل منتجات المرتبطة بالصناعة التقليدية محتاج الى خلق ديناميكية الى خلق تنافسية كان قدرات كان الطاقات ولكن هذه القدرات والطاقات تحتاج الى مواكبة واستصحاب من اجل فعلا انها تحقق نتائج في نهاية المطاف فيها الخير للبلاد والعباد نحن نخدمه على النتجات النباتية بالحلفة والصفة ونخدمه الضربية التقليدية والتريكو نحن ننسبة اليوم فرحاني بالذب هذه الجائزة لانها اعطت واحد القيمة للمرأة القراوية باش تزيد تاية ندامج في الشغل وزيد تساهم في التلمير الاجتماعي والاقتصادية وتجدر الاشارة الى ان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني صار يشكل احدى فرص خلق الثروة واحداث مناصب الشغل خاصة في صفوف الشباب خريجية الجامعات وكذلك بالنسبة للنساء اللواتي يعشن ظروفا صعبة ويحتجن الى مورد قار من اجل العيش اشتركوا في القناة